السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزي الطلبة وطالبات الصفقة الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنحل محافظة جديدة النهاردة محافظتنا محافظة دميات الفصل الدراس الاول عشرين اتنين وعشرين هسيب لكم نسخة من الاختبار اسفل الفيديو اللي حابب يحمله وبرضو هسيب لكم رابط صفحتنا على الفيسبوك اللي حابب يدخل على الصفحة بيبقى فيها كل الملازم وكل الاوراق المطلوبة اللي انت محتاج تذاكر منها تكون موجودة هناك في رابط صفحتنا على الفيسبوك ريم اجازة نص السنة ريم بتقول لعمال تبدأ لسبوع الجاي لا that's right سألتها سؤال يبقى رايحة فين اين يعني عندنا هنا ايام اتحول ل وبعد كده كلمة where are you going هتروح فين او where are you going to spend the mid-year holiday هتقدر اجازة نص السنة فين تلاقى روح شرم الشيخ تلاقى نوع تلاقى because it's a wonderful place for a holiday لأنها مكان الرؤى يبقى لماذا why why are you going to شرم الشيخ why are لا عايزة اكمل يعني why are you going there who will go with you من اللي هيروح معاك ممكن اقول مثلا my family my friends what actives الانشطة can you do there اللي موجود في شرم الشيخ شرم الشيخ البحر الاحمر يبقى ممكن اقول لها مثلا عندنا wind serving اللي هي رياضة ركوب الامواج عندنا swimming عندنا snorkeling عندنا حاجة اسمها scuba diving مش مشكلة I wish you happy midyear holiday اتمنى لك اجازة رائعة طبعا هنا تشكرها thank you بعد كده عندي attractive جزاب country بلد public عام have يملك population سكان هذي يملك بس طبعا مفرد وقاما luxor is a city in upper Egypt الاقصر مدينة في صعيد مصر there of luxor is طبعا بيكلم هنا بيقول ان الاقصر فيها ما يقرب من ايه من طبعا five hundred thousand people فيها تقريبا يعني نقدر نقول نصف مليون شخص لقصر طبعا يبقى ده عدد سكان population لقصر not been described as the world's greatest open air museum اكبر مدحف مفتوح في العالم يبقى تملك لقصر بقى تاخد هاذ ولا تاخد هاذ طبعا تاخد هاذ وعندنا برضو هنا هو في ايه في تصريف آه ثالث في تصريف ايه ثالث يبقى اول نقطة هنا اتكلمنا عن عدد ايه السكان اللي هو طبعا four hundred twenty two thousand and four hundred and seven اللي هو عدد السكان هنا تكلمنا عن ايه عن الامتلاك there are a lot of في كثير من places that tourists can visit such as the temple of Carnac زي معبة القرنك الاماكن دي تعتبر اماكن attractive اماكن ايه جذابة دي رقم ثلاثة وما كتبناش على هاذ اتنين the valley of the king ودي الملوك and the valley of queen ودي الملوك والملكات it has great system وفيها نظام را of not transport وسائل النقل تقدر تروح اي مكان بسهولة يبقى وسائل النقل العامة نشوف كده سؤال القطعة قطعة صغيرة بيقول لي عندما كنت صغيرا ايه بقى كنت بحب الرسم والتلوين but I could neither read nor write ولا كنت بارة ولا بكتب as a result كان نتيجة لذلك I didn't understand the lessons وكنتش بفهم الدروس at school and got bad marks ودرجاتي كانت سيئة my parents thought that I wasn't very clever كانوا شايفين انا مش شاطر for this reason هذا السبب they took me to some tests كانوا بياخدوني اعمل اختبارات they هم هم مين بقى اكتشفوا ان انا وعاني من طبعا مين هم اللي اكتشفوا الاب والام ديسلكسيا عارفين طبعا احنا مرض الديسلكسيا اللي هو ايه صعوبة في القراءة والكتابة which means عالنا في المنهج it was difficult for my brain صعب على مخي to read and spill ولا يقرأ ولا يستهج او اه تمام to help me my parents asked the teacher طلب و المدرس to give me special lessons يدوني دروس خاصة which may made me have good results خلاني جيب درجات حلوة later at school في المدرسة I was better كنت افضل and did well in the exam also I got a prize وخدت جائزة for my art then I decided that قررت ان انا I would like to be an artist اكون فنان one day في يوم الايام now I volunteer اتت تطوعت في مؤسسة خيرية for other children لطفال with dyslexia to over help and to teach واعلم them about art اعلم حاجات عن الرسم السؤال بيتقرر كتير the main idea الفكرة الرئيسية مشكلة المؤسسات الخيرية مشكلة الامتحانات مشكلة الديسلكسيا الفكرة العامة طبعا problem of dyslexia my parents helped me سعدوني with the problem في المشكلة when they عندما took me to a doctor خدوني للدكتور give me a lot of money ادوني فلوس او اموال عن شو بقية الاختيارات الاختيار التاني عندي بقى بيقول طبعا الرئيسية طبعا لما طلبه من مدرس يديني درس خاص هو كان حلو في ايه both reading and writing القراءة والكتابة neither drawing nor painting لا رسم ولا تلوين either reading or writing طبعا لا both drawing and writing طبعا هو كان حلو في الاتنين دولة في الاول both drawing and writing what does the underlined word they refers to كلمة دي تشير لمن طبعا the writers parents الوالدين بتعمين بتقول الرايتر summarize the first paragraph of the text in one sentence اول بارغراف عايزين تلخيصه في جملة واحدة ممكن نقول the writer الكاتب was good كان جيد في ايه في drawing او في painting لاتنين طبعا drawing and painting عايز اكمل but he was bad at reading and writing لكن كان سيه في كتاب اوه he had dyslexia ولكن كان عنده dyslexia how do you think the writer will help other children ازاي الكاتب هيساعد الاطفال طبعا هو he gave them lessons او هيديهم دروس about a art help them في مادة الايه الارت اللي هو المادة اللي هو مبدع وفنان فيها ويخطط لحدث طبيب الاسنان dentist انجينير مهندس organizer ونظم teacher مدرس طبعا organizer عمل بجد عشان يكتز الامتحان the synonym of the word pass مراد في كلمة pass is pass يعني انجح فيل يفشل impairs you day disappoint يحبط طبعا succeed in both of us enjoy the interesting film استمتعنا بالفيلم the opposite of interesting is عكس كلمة interesting boring ومل exciting روع frightening ومخيف برد يشعر بالملل طبعا interesting العكس بتاها boring the suffix الخاتمة form an adjective of the word tradition اللي انفع تحط التradition ال y i l i ve n s طبعا al we add the prefix at the beginning of apple to get the antonym عكس apple a in im ir this or unable or it's a place for looking after orphan children مكان لمساعدة الايتام it's and اسم اي orphanik dara aytam aquarium معرضة محطة 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 طبعا orphanik اللي هي دار الايتام السؤال اللي بعده سؤال grammar تصحيح مونة has just just من الكلمة الدل عمدرع التام have has و ايه والتصريف السالس من clean تبقى طبعا cleaned it's not good to buy clothes in shops then online في then وفي good مقارنة بين اثنين good من الصفات الغير منتظمة هتبقى better what are you going it's the weekend i'm always going to والمصدر من do هو هو طبعا to do i never got school friday زيام الزبو بتاخد on انا قلنا مع الفعل يتبع الفعل الثاني المايكروويف مفرد هياخد is بعد كده شخص مشهور ممكن نكتب عن صلاح عن وجدة عبدالسيدة عندنا في المنهج سمر عبدالفتاح اي حد ما فيش اي مشكلة وبكده نكون وصلنا لنهاية اختبارنا انتظرونا ان شاء الله في محافظة جديدة مع تمنيات بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة